امبرح برضو تدولة بعض المواقع خبر كاذب ان المانيا تمنع سائحيها من الوصول الى مصر بعد الحادث طب احنا عايزين نقول للسادة السائحين اللي موجودين في كل بلاد العالم واكيد القاهرة والناس ما بتوصل لهمش بس انا بقول عايزين نقول يعني وزارة السياحة يعني هيئة تنشيط السياحة ان في حوادث ارهابية حصلت على شواطئ اوروبا بالكامل خلال الصف العام الماضي وتفجيرات في بروكسل ولندن وباريس والكلام خلاص العالم يحارب الارهاب مش مصر بتحارب الارهاب ارجوكوا احنا بنبعث رسالة للعالم لازم نقول ده العالم يحارب الارهاب مصر مش بتحارب الارهاب تعالا بقى شوف البوست ده مثلا ازاي ما نروجوش سائحة بريطانية بتقول ايه بقى انا بشعر بالامان في مصر اكتر من انجلترا يعني في كل حتة اللي هي كل بلد في العالم هتلاقي فيها حلو و هتلاقي فيها وحش بعد رسالة لأهلها لأصدقائها على الفيسبوك انا ازاي وبتقولك ما تصدقوش اللي بيتقال في الميديا عن مصر انا كحيق التنشيط سياحة انا كوزير سياحة انا اعمل ده انا اخد البوست ده و اشياره لكل انحاء العالم يعني ما هدول سياح بيجوا بنقابلهم و عايشين في امان حادث حادي عارض اه حادث ارهابي و كل حاجة و حياة سائحتين جايين يستمتعوا لازم ليهم امان في بلدنا بس عايز اقولك برضو الامانة هل مصر هي الدولة الوحيدة اللي بيتقيدل فيها سايح لا طبعا كل بلاد العالم صوتنا لازم يكون عالي كده صوتنا لازم يتقال كده وزير خارجية المانيا لو كلمني كوزير خارجية مصر اقوله طبعا العزاء ليك ولو اسر الاهالي الضحيتين بس يا معالي وزير المانيا هل مصر الدولة الوحيدة اللي تقتل فيها سايحين دلوقتي ولا كل دول العالم فرنسا حصل فيها ست تفجيرات في يوم واحد كله كان بيت في الاوضة بتاعته هل حد حزر حدش حزر شمع نحن السفير الروسي اتقتل في صفارته في تركيا وعلى البوتين وعلى الهوى على عينك تاجر هل بوتين منع السياح الروس ابدا قالك ده حدث عارض مش هيفسد العلاقة التركية الروسية عشان بس اقول لكم بلاش لوك لوك والدحك علينا والتكال على افانا وبوتين عملنا له صور في مدان التحرير وهو لا يستحقه كل ده لان السياسة مصالح هو عايز منك ايه عايز ضبعة عايز فلوس اكتر عايز اسلحة اكتر ادي ناله اشترينا قمح ماضينا مفعل الضبعة النووي عملنا صفقات اسلحة صح ولا مس صح احنا ليه سطنة مش عالي كده يعني الروس خلاص السياحة يعني هو احنا كنا قصدين وقع الطيارة الروسية دي مثلا ما انت سفيرك اتقتل في تركيا سكت ليه خرزت ليه يعني سفيرك اتقتل انقلاب عسكري في تركيا والعالم كان واقف على اطراف اصابعه وبوتن ما قالش السياح وكان فيه قتلة وانتو عارفين كان فيه قتلة وفيه اعدمات والكلام ده احنا ليه ما بيقولش كده احنا ليه لسن ضعيف احنا ليه ما بنتكلمش بقوة اصل بص ما هي تاخد السياحة ما تاخدهاش اوعى تتصور المنطقة الرمضي اللي انت عملت تلعب فيها دي هتجيب لك سايح مصر بلد امنة مصر بلد امنة هذي حقيقة انت لو سفرت امريكا نفسها بتاخد تحذيرات في بعض المناطق ما تخرجش بعد الساعة ستة بعد المغرب بتتسبت في الشارع وبيتقلك لما تتسبت لا تقاوم بيحصل ده لما بيحصل